بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في فيديو اعدادات شبكية سوف نتكلم عن اعدادات الانترنال بي جي بي واللي رح نطبقها على راوترات سيسكو خلونا نلقي نظرة على اعدادات والاوامر الخاصة بالبي جي بي من النوع الانترنال الخارجي الاعدادات اغلبها متطابقة مع اعدادات الانترنال بي جي بي او البي جي بي الداخلي ما عدا في اختلافين الاختلاف الاول اللي هو من ناحية ان عندي راوتر رح يمتلك اتنوم السيستم نمبر مختلفة عن الاتنوم السيستم نمبر الموجودة في الراوتر الاخر الاختلاف الثاني المتمثل في اعدادات المالتي هاب حيث رح نزيد المالتي هاب بدل من واحد رح نخليها اثنين في الانترنال بي جي بي ما نحتاج الى هذا الاعداد نحتاج اليه لما يكون عندي اكسترنال بي جي بي طيب نشوف الاعدادات مع بعض عندي هنا الامر انترفيس لوب باك صفر بعد كذا اي بي ادرس اربع وحايد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر ايش الهدف من هذا الامر احنا انشأنا لوب باك صفر وعطينا له اي بي ادرس هذا الاي بي ادرس رح نستخدمه لكي نعرف الراوتر اثنين لما نيجي نعرفه على الراوتر واحد طبعا الاوامر هذه هنا رح ننفذها وين على الراوتر واحد وهي نفسها رح يتم تنفيذها على الراوتر اثنين بس اللي رح يحصل انه رح نعكس الاي بي هات فقط غير كذا هي نفس الاوامر طيب بنرجع للامر اللي هو اربع وحايد لما اجي اروح الراوتر اثنين اعرفه على الراوتر واحد حقول له ان جارك لان احنا عارفين ان بروتوكول البي جي بي ما بيتعرف على جيرانه ديناميك بشكل تلقائي زي بروتوكول الاس بي اف او الاجر بي او الريب وانما نحتاج الى تعريف يدويا من خلال الامر المباشر بحيث ندخل على الراوتر اثنين ونقول له تتصل عندك جار اللي هو رح يكون اربع وحايد ونحدد له الاترمو السيستم الذي يقع فيها هذا الجار طبعا استخدام اللوب باك او عنوان اللوب باك اللي هو منفذ برمجي افضل من استخدام الفيزيائي لانه لو كان عندي اكثر من مسار وهذا بيحصل في الحياة الواقعية بيكون عندي اكثر من كابل واكثر من مسار تربط الراوترات والاترمو السيستم المختلفة مع بعضها البعض فعندها لو حصل مشكلة للمسار الرئيسي بيتم انتقال الى المسار الاحتياطي وما رح يتأثر بالنسبة لمعرفة الراوتر بجاره لانه غير مرتبط بعنوان المنفذ الفيزيائي وانما مرتبط بالعنوان المنفذ البرمجي الموجود في داخل الراوتر واللي ما بيتعطل الا في حال تعطل وتوقف نظام التشغيل في داخل الراوتر بعد كده نسوي إك زت للخروج من المود الفرعي الخاص بالانترفيس لوبك صفر بعد كده افعل بروتوكول البي جي بي من خلال الامر راوتر بي جي بي خمس وستين طبعا اول شي راوتر بي جي بي بعد كده احدد الاترمو السيستم ننبر انا عندي هنا 65 mil 1 فاكتب هنا 65 mil 1 قيمة او رقم الاترمو السيستم ننبر بعد كده ابدأ اكتب الشبكات الموجودة عندي من خلال الامر نتورك وهنا إذا كانت الشبكات مش معمول لها subnetting على القيمة default زي ما احنا شايفين هنا 172.16.0.3.16 شايفين قيمة cidr فعندها راح أكتب network وأكتب الشبكة 172.16.0.0 وانتهى الموضوع لكذا أما لو كان معمول لها subnetting بحيث أن قيمة cidr زي ما هو واضح مش على default يعني العشرة المفروض تكون كم سلاش ثمانية لكن ما دام هي سلاش 24 فمعناته هذه الشبكة معمول لها ايش subnetting أو fsm يعني حصل لها تقسيم فبالتالي لازم أكتب الأمر mask وبعد كذا أكتب قناع الشبكة يعني مثلا عندي أنا هنا سلاش 24 راح أكتب 255 255 255 0 بعد كذا أكتب الأمر neighbor neighbor حين أنتقل إلى مرحلة إيش أننا نعرف الروتر واحد بجاره الروتر 2 فأكتب neighbor وبعد كذا 2 4 مرات بعدين أحدد الريموت أتنو السيستم اللي حتكون إيش 65 ألف واثنين 65 ألف واثنين طيب الآن مباشرة الروتر راح ينظر راح يقارن الأتنو السيستم الخاصة بالجار ويقارنها بالأتنو السيستم نمبر الخاصة فيه فيجي طبعا أنها مختلفة فعندها يعرف أن علاقته اتصاله بجاره هي من النوع external PGP وليست internal بعد كذا نكتب الأمر neighbor 2 4 مرات update source loopback 0 أي نحن نحدد المنفذ اللي راح يرسل الـ update من الروتر 1 إلى الروتر 2 اللي هو loopback 0 طبعا لو كنا لم نحدد يعني اسم الجار بـ loopback وحددناه بالمنفذ الفيزيائي فما راح نحتاج نكتب هذا الأمر لأن المنفذ الفيزيائي متصل بشكل مباشر مع الروتر 2 لكن لو كتبنا المنفذ البرمجي فعندها يجب إضافة هذا الأمر بعد كذا نكتب الأمر neighbor 2 4 مرات PGP multi-hop ونحوله من الـ default اللي هو 1 إلى 2 لكي يصل إلى الروتر 2 بعد كذا نعمل exit عشان نخرج من المود الفرعي الخاص بالـ PGP ومن على مستوى الـ configuration لازم أدل الروتر 1 على طريق جاره ليش أنا محتاجة أدلو لأن عندي 2222 اللي هي تنتبه إلى شبكة 2220 هي موجودة داخليا داخل الروتر 2 والروتر 1 مو متصل معها الاتصال مباشر لو كنا مثلا حلت عامل مع المنفذ الفيزيائي ما كنا راح نحتاج هذا الأمر لأن الروتر 1 متصل الاتصال مباشر بالروتر 2 من خلال المنفذ الفيزيائي لكن بما أنه loopback فعندها يجب أن نقوم بكتابة static route يدل الروتر 1 كيفية ويوجهه إلى الوصول إلى جاره الروتر 2 فنكتب IP route والشبكة اللي هي 2220 بعدين 255 ثلاث مرات 0 من خلال الفاست Ethernet 0.0 نفس الأعدادات هذه راح نقوم فيها على الروتر 2 بس زي ما قلنا راح نعكس الاب هات وراح نعكس طبعا الاترمو السيستم نمبر بدل ما كانت 65001 راح تصبح 65002 إلا راح يكون بالشكل التالي عندي راوترين راوتر 1 وراوتر 2 كل الروتر منهم بيمتلك اترمو السيستم نمبر مختلف عن الروتر الآخر فبالتالي يصبح لدينا اكسترنال بي جي بي عندي 109681033 بالربط ما بين الروتر 1 والروتر 2 عندي هنا الروتر 1 راح نعرفه للروتر 2 على انه 4 وحايد والروتر 2 راح نعرفه للروتر 1 على انه 4 وحايد عندي الشبكات الموجودة في 3 شبكات موجودة في الروتر 1 و3 شبكات موجودة في الروتر 2 المراحل الاعدادات اللي راح نمر فيها المرحلة الأولى اللي هي اعدادات الأساسية بعد كده المرحلة الثانية اعدادات الاكسترنال بي جي بي من خلال أوامر الشو وأيضاً رح نستخدم البنك نبدأ مع الإعدادات الأساسية ونبدأها مع الراوتر واحد طبعاً نروح على مستوى الإعدادات الخلال الأمر Configuration Terminal ننشأ الإنترفيس Loopback 0 الـ IP Address رح يكون 1 أربع مرات 255 ثلاث مرات 0 Exit بعدين عندي الإنترفيس Loopback 1 الـ IP Address 10 1 1 1 255 ثلاث مرات 0 Exit إنترفيس Loopback 2 الـ IP Address رح يكون 10 2 2 1 3255 الـ إنترفيس Loopback 3 الـ IP Address 10 3 3 1 3255 0 Exit عندي الإنترفيس اللي يربط الراوتر واحد بالراوتر الثنين اللي هو الإنترفيس Fast Ethernet 0 0 الـ IP الـ IP Address رح يكون 192 168 1 1 1 3255 252 بما أنه منثل فيزيائي فلازم نكتب الأمر No Shutdown بعد كده Exit كده إحنا انتهينا من الإعدادات الأساسية للراوتر واحد راح نحتاج نروح على الراوتر الثنين ونعمل الإعدادات الأساسية نروح على مستوى الـ Global Mode من خلال الأمر Configuration Terminal بعد كده عندي الإنترفيس الـ Interface آآ Loop Back آآ صفر الـ IP Address رح تكون آآ اثنين أربع مرات 255 ثلاث مرات صفر Exit بعد كده عندي الـ Interface Loop Back واحد الـ IP Address رح يكون مية وثنين وسبعين 16 آآ صفر واحد آآ ميتان وخمسة وخمسين مرتين صفرين Exit Interface Loop Back اثنين الـ IP Address رح يكون مية وثنين وسبعين 17 صفر واحد ميتان وخمسة وخمسين صفرين Exit ميتان وخمسة وخمسين مرتين انترفيس انترفيس لوب باك ثلاثة الـ IP Address رح يكون مية وثنين وسبعين ثمانتاش صفر واحد ميتان وخمسة وخمسين مرتين بعدين صفرين Exit بعدين بعدين عندي المنفذ اللي يربط راوتر اثنين بالراوتر واحد اللي هو الفاس 00 انترفيس فاست اثرنت 0 الـ IP Address رح يكون مية وثنين 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 مية وثمانية وستين واحد اثنين ثلاثة ميتان وخمسة وخمسين ميتان وثنين وخمسين ميتان وثنين وخمسين بما انه هو منفذ فيزيائي فلازم نكتب الأمر نوشات داون لتفعيل المنفذ بكذا احنا انتهينا من الاعدادات الأساسية للراوتر اثنين نبدأ بالمرحلة الثانية من الاعدادات وهي اعدادات البي جي بي ونبدأها مع الراوتر واحد راوتر بي جي بي ونحدد الاتنوم السيستم اللي هي خمسة وستين الف واحد انتر بعد كذا نعلن على الشبكات نتورك عشرة صفر صفر واحد واحد صفر بما انها معمول لها سبنتينك راح نكتب الأمر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعد كذا عندي الشبكة الثانية نتورك عشرة اثنين اثنين صفر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعدك ذا عنديנס نتورك عشرة ثلاثة ثلاثة صفر الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعدك ذا عندي ميت وتس可愛 الميت وثمانية وستة واحد صفر نتورك ميت وثمانية وثمانية وستة واحد صفر ميتين ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين بعد كذا نعرف الراوتر واحد بجار الراوتر اثنين من خلال الامر نيبر اثنين ثلاث اربع مرات طبعا ريموت ريموت اتونومس سيستم رح تكون كم خمسة وستين الف واثنين انتر بعد كذا عندي النايبر اثنين اربع مرات ابدات سورس لوب باك زيرو بعد كذا نيبر اثنين اربع مرات اي بي جي بي مالتي هوب طبعا عندي لحتى كم عندي من واحد حتى ميتين وخمسة وخمسين احنا محتاجين لانه هو اتصال مباشر فيكفينا الاثنين اثر اه طبعا هذا رح يزيد قيمة الموجوده في داخل الرسائل البي جي بي اللي رح يتم تبدورها ما بين الراوتر واحد والراوتر الثنين من واحد الى اثنين أشان تصل إلى الراوتر المقابل فهذا كذا نعمل XZ يبقى عندي سطر واحد إلي هو إيش أني أدل الراوتر واحد على الطريق اللي راح يسلكه لكي يصل إلى الراوتر 2 لأن أنا معرف الراوتر 2 للراوتر 1 على أساس أنه 2-4 مرات و2-4 مرات هذه موجودة في داخل الراوتر 2 مش متصل معها الراوتر 1 بشكل مباشر وبالتالي ما راح يعرف المسار المؤدي إليها فلازم أدله يدويا من خلال الستاتيك راوت أو من خلال الأمر التالي IPRoute طبعا نعمله على مستوى الConfiguration Mode IPRoute 2 ثلاث مرات صفر 255 ثلاث مرات صفر من خلال Fast Ethernet 0-0 Enter كذا أنا انتهيت من إعدادات البي جي بي على مستوى الراوتر 1 نروح على مستوى الراوتر 2 نفس الإعدادات بس اللهم زي ما قلنا راح نعكس الإي بي هات نفعل بروتوكول البي جي بي من خلال الأمر راوتر بي جي بي 65 ألف و2 بعد كذا نحدد الشبكات عندي نتوورك 172-16-0-0 مش محتاج هنا الأمر ماسك ليش لأن العناوين الشبكات هنا 172-16-17-18 على الديفولت هي Classful فمش محتاج أكتب الأمر ماسك واذكر القناع الشبكة عندي هنا نتوورك 172-17-0-0 172-18-0-0 بعدين عندي الشبكة اللي تربط راوتر 2 مع راوتر 1 هنا راح أحتاج أكتب ماسك عشان معمول لها Subneting 190-168-1-0 ماسك 255 ثلاث مرات 253 بعد كذا الآن أعرف الراوتر 2 على جاره الراوتر 1 من خلال الأمر الراوتر 2 على جاره الراوتر 1 1 1 10 خمسة وستين ألف واحد بعد كذا نيبر واحد 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 update source loopback صفر بعد كذا عندي نيبر واحد 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 ebgb multi hub اثنين بعد كذا exit بعد كذا ادل ووجه الراوتر اثنين الى المسار الذي يسلكه لكي يصل الى الراوتر واحد جاروا الراوتر واحد 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 من خلال الامر ip route 1110 255 ثلاث مرات 0 fast ethernet 0 0 ننتظر ثواني حتى تقوم علاقة الجيرة ما بين الراوتر واثنين واحد لاحظوا معايا قامت علاقة الجيرة الان اصبح الراوتر اثنين جار للراوتر واحد واصبح اب لو حابب اني اتأكد هروح الراوتر واحد نفس الصدر طلع طبعا قامت علاقة الجيرة وتم تأسيس اتصار التي سي بي بين الراوتر واحد والراوتر اثنين لو حبيت اعمل من الراوتر واحد لشبكة موجودة الراوتر اثنين مية اه واثنين وسبعين ستاش صفر واحد طبعا لازم اكون على مستوى الانيبل او اكتب الامر دو طيب بينج مية واثنين ومية واثنين وسبعين ستاش صفر واحد لاحظوا معايا البنج نجح لو على مستوى الراوتر واحد حبيت اشوف الجداول اا عندي هنا مثلا الامر شو شو اي بي بي جي بي نيبر او نيبرز لاحظوا معايا البي جي بي نيبر هو ايش اثنين اربع مرات الريموت اتنو السيستم خمسة وستين الف اثنين هو من النوع ايش اكسترنال لينك يعني علاقته مع الراوتر اثنين هي من النوع اا اكسترنال بي جي بي ليش لان الراوتر واحد يمتلك اتنو السيستم مختلفة عن الاتنو السيستم الخاصة بالراوتر اثنين عندي هنا طبعا الراوتر اي دي للريموت راوتر او الجار اللي هو الراوتر اثنين هو مئة وسبعين ثمنتاعص صفر واحد اخذ اعلى اا 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 ادرس اللي لوبباك عندي لاني ما انشأت الراوتر اي دي فقام هو بنشاهه تلقائيا هنا عدد الرسائل اللي بيتم تبادلها ما بين الراوتر واحد وراوتر اثنين عندي الجدول الثاني اللي هو الشو اي بي بي جي بي اللي هو يعادل التابولي جي تابل في ال او س بي اف والي اجير بي لاحظوا معايا الشبكات اللي موجودة في نفس الراوتر بيتم اعطار اا اربع اصفار اما الشبكات الموجودة في الاكسترنال او في الراوتر الجار بيتم تحديدا نيكست هوب لها طبعا زي احنا شايفين علامة الاي اللي هي الوريغون كود يعني يعرف هذه الشبكات من خلال بروتوكول البي جي بي والباث المسار المؤدي اليها هو خمسة وستين الف واثنين يعني في فرق اترنو السيستم واحدة ما بين الراوتر اللي احنا فيه اللي هو الراوتر واحد والشبكة مية وثنين ستاعة صفر صفر كونها موجودة في الراوتر اثنين واللي ينتمي للشبكة خمسة وستين الف واثنين لو كان فيه اكثر من اترنو السيستم نمبر تنفصلنا بيننا وبين هذه الشبكة رح يتم ذكر جميع الاترنو السيستم اللي تفصل بيننا وبين هذه الشبكة عندي الامر هنا الشو اي بي راوت لرؤية جدول التوجيه لاحظوا معايا الشبكات اللي تم معرفتها من خلال والاعلان عنها من خلال بروتوكول البي جي بي بيتم اعطاها الرمز واللي هي 172.17.16.18 بالنسبة ل 192 هو تم اعلان عنها بس هو هو متصل بها الاتصال مباشر فتم اعطاها الرمز اللي هو الكنكتد الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرغمية اشوفكم في اعدادات شبكية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته